بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة مرحبا بكم في سلسلة دروس مادة علوم الأرض والفضاء واحد واحد معنا في هذا اليوم في لغة الإشارة الأستاذ النسرين النصار في البداية أعزائي الطلبة دعونا نستذكر ما تم دراسته في الدرس السابق بسم الله وعلى بركة الله في الدرس السابق تطرقنا إلى قياس الزلازل وتحديد أماكنها في الأهداف ذكرنا بأن تقارن أو تقارن بين قوة الزلزال وشدته استنادا إلى المقاييس المختلفة وتفسر أو تفسري لماذا نحتاج إلى ثلاث محطات رصد لتحديد موقع المركز السطحي للزلزال وكذلك تصف أو تصفي أحزمة زلازل الأرض بعد ذلك في مراجعة المفردات تطرقنا إلى إسقاط البيانات وذكرنا بإسقاط البيانات ما هو إلا تعيين الموقع على الخريطة أو تمثيل البيانات بمخطط بياني في المفردات الجديدة تطرقنا في الدرس السابق إلى مقياس ريختر وقوة الزلزال وسعة الموجة الزلزالية ومقياس العزم الزلزالي وكذلك مقياس ميركلي المعدل وفي درسنا لهذا اليوم سوف نتطرق إلى أحزمة الزلازل أما بالنسبة للفكرة الرئيسة ذكرنا أعزائي الطلبة بأنه يقيس العلماء قوة الزلازل ويحددون مكانها على الخريطة باستعمال الأمواج الزلزالية في قوة الزلزال وشدته ذكرنا بأنه يحدث سنويا أكثر من مليون زلزال يمكن الإحساس به ولكن لا يذكر منها في وسائل الإعلام إلا الزلازل الكبيرة فقط ولقد طور العلماء طرائق عدة لوصف قوة الزلزال أيضا تطرقنا في الدرس السابق إلى مقياس ريختر وذكرنا بأنه ابتكر مقياس ريختر الجيولوجي إتشارز ريختر وذكرنا بأنه عبارة عن مقياس عددي يقيس طاقة أكبر الأمواج الزلزالية المنبعثة من الزلازل ويسمى مقدار الطاقة هذه بقوة الزلزال بعد ذلك تعرفنا على سعة الموجة الزلزالية وذكرنا بأنها هي ارتفاع الموجة الزلزالية الأكبر أما في مقياس العزم الزلزالي ذكرنا بأن مقياس العزم الزلزالي هو مقياس رقمي يشير إلى الطاقة المتحررة من الزلزال بعد ذلك ذكرنا أيضا هناك مقاييس المقادير الزلزالية التي تعتمد على معرفة سعة الموجة السطحية وفترة التذبذب لها ذكرنا أيضا أعزائي الطلبة بأن الزلازل ذات البؤرة العميقة تكون لها موجات سطحية صغيرة أو على شكل سلسلة من الموجات السطحية غير المهمة أيضا أعزائي الطلبة في مقياس العزم الزلزالي ذكرنا بأنه لذلك فمن المفضل عند التعامل مع كل الزلازل أن نكون قادرين على حساب مقدار زلزالي منتظم لا يعتمد على وجود أو غياب الموجات السطحية وقد يمكن تجنب هذه المشكلة باستخدام قياس لقوة الزلازل ويدعى بالعزم الزلزالي بعد ذلك في مقياس ميركلي المعدل عزيزي الطالب عزيزتي الطالب ذكرنا بأن هناك طريقة أخرى لوصف حجم الزلازل تعتمد على مقدار الضرر الذي تحدثه ومدى إحساس الناس بها ولا يعبر عن قوة الزلزال ويسمى هذا المقياس شدة الزلزال ويتم تحديده باستعمال مقياس ميركلي المعدل بعد ذلك تطرقنا أيضا ذكرنا بأن كلما زادت الدرجة كانت الأضرار الناجمة عن الزلزال الأسوأ كما هو واضح معنا في الجدول 2-6 مقياس ميركلي المعدل بعد ذلك تطرقنا أعزائي الطلبة إلى شدة الزلزال وذكرنا بأنها تعتمد شدة الزلزال بصورة رئيسة على سعة الأمواج الزلزالية السطحية أيضا في شدة الزلزال أعزائي ذكرنا بأنه يضعف حجم الأمواج السطحية مثل الأمواج الأولية والثانوية كلما زاد البعد عن بؤرة الزلزال أيضا ذكرنا بأنه تقل شدة الزلزال كلما زاد البعد عن المركز السطحي للزلزال في شدة الزلازل أيضا أعزائي الطلبة ذكرنا بأن كل من شدة الزلزال وقوته يعبران عن حجم الأمواج الزلزالية الناجمة عن الزلزال حيث ذكرنا أعزائي الطلبة بأن شدة الزلزال تعتمد على 1 سعة الأمواج الزلزالية 2 البعد عن المركز السطحي للزلزال 3 كذلك تعتمد شدة الزلزال على عمق بؤرة الزلزال وذكرنا بأن الزلازل القوية التي تسبب الكوارث ما هي إلا في الغالب زلازل ضحلة بعد ذلك في شدة الزلزال ذكرنا بأنه ينتج عن الزلازل العميقة احتزازات أصغر من تلك التي تنتجها الزلازل الضحلة عادة وذكرنا أيضا أعزائي الطلبة لأن مقياس ميركالي المعدل يعتمد على شدة الزلزال بدلا من طاقته لذلك فهو أفضل لقياس تأثير الزلزال على الناس في عملية تحديد موقع الزلزال أعزائي الطلبة ذكرنا بأنه إن موقع المركز السطحي للزلزال وقت حدوثه يكونان في البداية غير معروفين ولكن يمكن تحديدهما باستعمال المخطط الزلزال السايزمو جرام وكذلك منحنيات المسافة زمن الوصول بعد ذلك ذكرنا بأن أمواج بي تصل قبل أمواج اس أيضا تطرقنا إلى الشكل الواضح معنا وذكرنا بأنه يوضح الشكل منحنى المسافة زمن الوصول حيث يسجل السايزمو جرام الزمن المستقرق بين وصول أول أمواج البي وأول أمواج الاس كذلك في بعد الزلزال أعزائي الطلبة ذكرنا بأنه يستطيع علماء الزلازل معرفة بعد المركز السطحي للزلزال بقياس الفرق بين زمني وصول الموجتين في المخطط الزلزالي السايزمو جرام بعد ذلك ذكرنا بأنه ثم تحديد الفرق الزمني نفسه على منحنى المسافة زمن الوصول ومن ثم استخراج بعد الزلزال وذكرنا أيضا بأن العلماء يحلل علماء الزلازل بيانات مخططات الزلزالية عديدة لتحديد موقع المركز السطحي للزلزال وذكرنا أيضا أعزائي الطلبة لكن لا يحدد الاتجاه الذي يقع المركز السطحي فيه بالنسبة إلى محطة الرص ويمكن التعبير عن ذلك بدائرة مركزها محطة الرص ونصف قطرها بعد المركز السطحي عن المحطة ولو مثلنا بعد المركز عن محطة أخرى بدائرة ثانية فسوف تتقاطع الدائرتان في نقطتين ولا نعرف أيهما يقع المركز السطحي فيه ولكن لو مثلنا بعد محطة ثالثة بدائرة ثالثة فعندئذ تتقاطع الدوائر الثلاث في نقطة وتمثل هذه النقطة المركز السطحي للزلزال أيضا ذكرنا في زمن حدوث الزلزال أعزائي الطلبة يوفر الفرق الزمني بين وصول الأمواج الزلزالية في السيزموغرام معلومات حول بعد المركز السطحي كما يستعمل علماء الزلازل السيزموغرام في معرفة زمن حدوث الزلزال في البؤراء بدقة كذلك في زمن حدوث الزلزال ذكرنا أعزائي الطلبة بأنها تسجل محطات الرص في السيزموغرام زمن وصول أول أمواج البي وأمواج اس بدقة متناهية كذلك ذكرنا يستطيع العلماء قراءة الزمن الذي استغرقته أمواج البي والاس من المركز السطحي إلى محطة الرص باستعمال رسوم بيانية على سبيل المثال الواضح معنا هنا منحنيات المسافة زمن الوصول في درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة سوف نتطرق إلى الأحزمة الزلزالية بعدما تعرفنا في دروس سابقة عن الزلازل وأنواع الأمواج الزلزالية وأدلة تصور لنا باطن الأرض دعونا اليوم نتعرف سويا على الأحزمة الزلزالية بسم الله وعلى بركة الله في البداية هنا سؤال للتفكير عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ما النمط التي تظهر به مواقع المراكز السطحية للزلازل على خريطة العالم في البداية أعزائي الطالبة جمع علماء الزلازل على مرء السنين مواقع المراكز السطحية للعديد من الزلازل وبعد ذلك قاموا بعملية إسقاطها على خريطة العالم كذلك يلاحظ عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من التوزيع العالمي لمواقع المراكز السطحية أنها تتوزى بنمط جدير بالاهتمام أي أنها لا تتوزى بصورة عشوائية كما نلاحظ هنا هذه بالنسبة لماكن الزلازل أو ما نسميها بالأحزمة الزلزالية نلاحظ بأنها لا تتوزى عشوائية أو لا تتوزى بصورة عشوائية بل تحدث معظم الزلازل على طول أحزمة ضيقة هذه الأحزمة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تفصل بين مناطق كبيرة لا نشاط زلزالي فيها أو يحدث فيها قليل من الزلازل وسميت بالأحزمة أو أحزمة الزلازل هنا من خلال الشكل الواضح معنا يتضح معنا هنا هذه الأحزمة للزلازل الواقعة معنا هل تتذكر عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ماذا سمينا هذه الحدود للصفائح في دروس سابقة أحسنتم ما هي إلا حدود وكذلك هنا ظهر المحيط أحسنتم بارك الله فيكم كذلك في الأحزمة الزلزالية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة يلاحظ من الشكل أن الزلازل تحدث في أحزمة ضيقة وتنطبق معظم الزلازل مع حدود الصفائح الأرضية نلاحظ هنا هذه هي حدود للصفائح الأرضية على سبيل المثال لو أتينا ولنسمي هذه الصورة رقم واحد ولنأتينا الصورة رقم اثنين نلاحظ هنا بأن تطابق ما بين الصورتين إذن نلاحظ بأن الزلازل تنطبق معظمها على حدود الصفائح الأرضية هناك ثمانين بالمئة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة من زلازل الأرض ضمن حزام المحيط الهادي كما هو واضح معنا في الشكل هذا هو حزام المحيط الهادي تطرقنا له في دروس سابقة عندما تطرقنا إلى البراكين فهنا تقريبا كما هو واضح معنا ثمانين بالمئة من الزلازل الأرض ضمن حزام المحيط الهادي تنطبق حدود هذا الحزام تماما على حدود صفيحة المحيط الهادي كما هو واضح معنا في الشكل حيث يمتد على طول السواحل الغربية للأمريكيتين الشمالية والجنوبية هذه أمريكيتين الشمالية والجنوبية إلى جزر الألوشيان ومنها إلى سواحل شرق آسيا نلاحظ هنا بالشرق آسيا وجزر الألوشيان زلزال خاليسكو عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وهي ولاية غرب المكسيك على المحيط الهادي وهو مثال لزلازل حزام المحيط الهادي كما هو واضح معنا في الصورة أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عندما تطرقنا في حزام النار الكبير في درس الزلازل تطرقنا إلى حزامين وهو حزام المحيط الهادي وكذلك البحر الأبيض أو حزام البحر الأبيض المتوسط كما هناك براكين أيضا هناك زلازل فبالتالي هناك 15% ضمن حزام البحر الأبيض المتوسط كما هو واضح معنا هذا الحدود أو حزام البحر الأبيض المتوسط تنطبق حدود هذا الحزام عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة عموما على الحدود التي تفصل ما بين صفائح أوراسيا هذه هي الصفيحة الأوراسية وكذلك الصفيحة الأفريقية والصفيحة العربية فإذا نلاحظ في هذه المنطقة تقريبا هو هذا حزام البحر الأبيض المتوسط في 24 أغسطس 2016 عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ضرب زلزال وسط إيطاليا هنا فيها الشكل يتضح معنا الزلزال حيث ضرب الزلزال منطقة في جبال أبنين التي كانت تقع في وسط إيطاليا كان مركز الزلزال بالقرب من بلدة تسمى الأماتريس حيث كان هذا زلزالا ضحلا بعمق أربع كيلو متر فقط أيضا في الأحزمة الزلزالية عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة وهذان الحزامان أي بمعنى الحزام المحيط الهادي وحزام البحر الأبيض المتوسط هما نطاقا طرح حيث تلتقي صفيحتان معا وتغوص ذات الكثافة الأكبر كما هو واضح معنا في الشكل تحت الأخرى ذات الكثافة المنخفضة والمقصود بها في هذه الصفيحة الأخرى ذات الكثافة المنخفضة في المقابل ذات الكثافة الأعلى هي التي تغوص إلى الأسفل إذن تعرفنا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بأن حزام المحيط الهادي وحزام البحر الأبيض المتوسط ما هما إلا أو هذا الحزامان يطاقا طرح حيث تلتقي صفيحتان معا وتغوص ذات الكثافة الأكبر تحت الأخرى ذات الكثافة المنخفضة أحسنتم بارك الله فيكم بعد ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هناك حزام آخر لا يقل أهمية ويمتد من الصين شرقا مارا بجبال الهملايا ثم ينحرف إلى الشمال الغربي مارا بجبال زاقرس ثم القوقاز إلى تركيا وكذلك شمال إيطاليا كما هو واضح معنا في الشكل ويعرف هذا الحزام بحزام جبال الألب ويتشكل فيه حوالي 21% من زلازل العالم بالإضافة إلى ذلك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة هناك أحزمة زلزالية أقل خطورة تمتد في خطوط شبه مستقيمة في وسط المحيط الأطوسي والهندي وتتجه شمالا حتى خليج عدن وأواسط البحر الأحمر كما نلاحظ هنا وأواسط البحر الأحمر أيضا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة قد تتواجد الزلازل أحيانا في مناطق ليس لها علاقة بالأحزمة الزلزالية ماذا يعني ذلك؟ حيث تتمركز في داخل الصفيحة ويطلق على هذا النوع من الزلازل الانتربليت إيرتكويكس وهذا النوع قد يكون مدمرا ما السبب في ذلك؟ أحسنتم بسبب عدم توقعه كما حدث في زلزال القاهرة تحديدا هنا في أكتوبر عام 1992 ميلادية أما ما تبقى من الزلازل فيحدث معظمه في أحزمة ضيقة تقع على طول قمم ظهور المحيطات حيث تبتعد الصفائح الأرضية بعضها عن بعض كما هو واضح عملية التباعد للصفائح نلاحظ هنا عملية الحدود التحولية الجانبية وهنا عملية أيضا التباعد بالنسبة للصفائح في تقويم الختام لهذا اليوم عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة فسر لماذا نحتاج إلى ثلاث محطات رصد على الأقل وذلك لتحديد موقع الزلزال أحسنتم لو مثلنا بعد المركز عن أي محطتين بدائرتين فسوف تتقاطع الدائرتان كما هو واضح معنا في الشكل في نقطتين ولا نعرف أيهما يقع المركز السطح فيه هل يقع في هذه النقطة أم يقع في هذه النقطة فبالتالي لا نستطيع ما العمل في ذلك؟ نقوم بعملية رسم دائرة ثالثة ولو مثلنا بعد محطة ثالثة بدائرة ثالثة فعندئذ تتقاطع الدوائر الثلاث في نقطة وتمثل هذه النقطة المركز السطحي نلاحظ هنا المحطة رقم واحد والمحطة رقم اثنين والمحطة رقم ثلاثة والتقاطع فيما بينهما تعتبر هذه النقطة هي المركز السطحي للزلزال في الخلاصة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تطرقنا إلى الأحزمة الزلزالية حيث تعرفنا على توزيع الزلازل بأنها موزعة بنمط منظم غير عشوائي بعد ذلك تعرفنا على حزام المحيط الهادي وبعد ذلك تعرفنا على حزام البحر الأبيض المتوسط شكرا لكم أعزائي الطالبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة